طيب خلينا نروح لخبر آخر يعني خبر جيد برضو لعبتنا وزي ما قلت لكم هي أخبار كلها تتعلق بمنافسات إقليمية لعبنا مصطفى عسى اللاعب السكواش أو اللاعب العالمي لعب النادي الأهل السكواش واللي لعب منذ أيام بطولة يعني بطولة دولية بطولة العالم واللي فاس فيها بالمركز الثالث النهاردة بيلعب بطولة الجنة الدولية السكواش وطلع لثمن النهائي مصطفى عسى النجم ومنتخب الوطن الأول السكواش واللي لعب النادي الأهل تأهل لدورة 16 من بطولة الجنة الدولية اللي بتتلع في الفترة من 27 مايو لحد 3 يونيو اللي جاي بإذن الله ومجموعة جوائزة 180 ألف دولار رقم كبير مصطفى كان فاس في دورة 32 على زميله في المنتخب مصطفى السيرتي بنتيجة 3-1 في ماتش قاعد حوالي 46 دقيقة وجدت نتيجة أشواطه 8-11-13-3-11-6-11-6 مصطفى هالعب بكرة ماتش قاوي جداً مع الويلزي جويل مكين ماتش قاوي يعني ماتش لا يقليك بدورة 16 ده ممكن يبقى في دورة 8 أو دورة 4 ولكن القرع وقعته كده في دورة 16 وفي حالة صعوده هالعب ماتش قاوي جمان من الفرنسي الأكسب من الفرنسي جورجي مرشيه والبيروفي ديجو إلياسي يمكن مباراة دي هتبقى أقوى من اللي جيد نتمنى كل التوفيق لمصطفى مصطفى إن شاء الله يمكن محتاج يفوز أو يتوج ببطولة عشان يستعيد ثقته بنفسه ويستعيد روح البطولات مرة أخرى خلينا نطلع لفاصل عزيزي المشاهدين ونرجع بعد الفاصل عشان نكمل أخبارنا لسه عندنا أخبار كثيرة ولكن بعد الفاصل